أهلا بكم بلغة لا تخلو من الاستعلاء غرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إيران تلعب بالنار وهي لا تقدر كم كان الرئيس أوباما لطيفا معهم ليس أنا هذه التغريدة كانت قد سبقتها تغريدة أخرى يقول ترامب فيها إن إيران كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة وتستعد للانهيار قبل أن تمد لها الولايات المتحدة حبل النجاة عبر إعادة 150 مليار دولار عقب الاتفاق النووي الإيراني على حد تعبيره التغريدة الثالثة لترامب توحي أنه تدرج بلغة التهديد ضد إيران إذ بدأها قائلا هنا إيران باتت رسميا تحت المجهر بعد تجربتها الصاروخية الباليستية وقال متهكما يجب أن نكون ممتنين للاتفاق السيء الذي عقدته الولايات المتحدة معهم خطاب الخارجية الإيرانية الأخير على تويتر جاء بلغة هادئة تزامنا مع منع رياضيين أمريكيين كان مقررا أن يشاركوا في دورة دولية للمصارعة في تهران هنا وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ضريف يغرد لن نستخدم أسلحتنا في وجه أحد إلا دفاعا عن النفس وفي الخطاب نفسه يقول ضريف أن إيران لا تهزها التهديدات في الوقت الذي تحمي به شعبها لن نشن حربا يقول ضريف ولكن يمكننا الاعتماد فقط على قدراتنا ليس ضريف وحده من رد على ترامب صحف ومجلات أمريكية بارزة نشرت مقالات تنتقد نبرة ترامب تجاه طهران هنا في الفورين بوليسي يقول ديريك شولت أحد مسؤولي وزارة الدفاع في عهد أوباما يقول أن ترامب سيندم على الخط الأحمر الذي وضعه لإيران في هذا المقال لتومس أردر برينك في نيويورك تايمز يبرز التشكيك في أن المسؤولين الإيرانيين سيتخلون عن توازنهم أما هنا في مقال ديفيد أغناتيوس في الواشنطن بوست فيمكن استخلاص التالي بحسب المقال ترامب قرر بدء المواجهة مع إيران من دون تخطيط استراتيجي وعلى نحو عشوائي مواجهة إيران تنطوي على مخاطر كبيرة إيران خصم صلب ومحاولات احتوائها تحتاج إلى الكثير من الدقة والتنفيذ